وزارة التربية والتعليم أعلنت أن هي بتتابع باستمرار تجهيزات المدارس الثانوية بالبنية التكنولوجية مؤكدة أن مراحل تجهيز الشبكات والفايبر بتسير بشكل طبيعي أوضحت الوزارة أن البنية التكنولوجية بتشمل تزويد المدارس بالصبورات التفاعلية لسمارت بورد وجميع الإمكانيات التي تحتاجها المدارس من أجل تشغيل التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وزارة التربية والتعليم أعلنت التعاقد على 650 ألف جهاز تابلت مقرر وصولها للوزارة إلى أيام الجاية لتسلم لطلاب الصف الأول الثانوي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول عليها إلكترونيا والمقرر انطلق في يناير المقبل